السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مرة أخرى في القناة موجز اليوم كم العدا ندخلو في التفاصيل بزاف الناس سؤالوا على الأخت اللي كانت مصورة مع حاكيمي في المدرجات اليوم الجواب هي المناجر ديالو كالدوية الدرجة الإسبانية والفرنسية وديما كتكون معا وحتى فجال القصر الكبير هي اللي كانت كترجم ليه ياسم بونو ويوسف نصيري يخسروا اليوم ضد أتليتيكو مادريد بستة الواحد ياسم بونو سوف ينسى شي حاجة اللي اسميتها الكلينشيت مع دفاع ومنظومة إشبيليا الكاريثية ياسم بونو بطف المستوى ديالو بزاف ما غاد يش نكروا هذا الشي ياسم بونو بدأ كيقوم بعض الأخطاء الفردية خصوصا في عمالية التمركز والمسافة اللي كيخرج بها عن المرمى هدف كريزمان مثلا صحيح ما ضغطش عليه التواحد لكن بونو كيتحمل مسؤولية كاملة ديال هاد الهدف الناصحة اللي نقدرون نعطيها البونو كمشجعين طبعا غرب في أقرب وقت ممكن يوسف نصيري سجل الهدف الوحيد اللي سجلته إشبيليا جمهور الراجاء رفع واحد تيفو أو لافتة لكي كريتيك فيها فوزي القجاع رئيس الجامعة الملكية المغربية رودريغو لاعب ريال مادريد البرازيلي قادر على المباراة اللي ستلعب بين المغرب والبرازيل رودريغو قال سأكون سعيدا بالعودة إلى المغرب وأتمنى أن أعيش مزيدا من اللحظات الجميلة في هذا البلد وفي الأخير شوفوا معنا هذا اللبسة الجديدة من بوما ب 8900 درام في انتظار تقلق القراءة إذن هذا الشيء اللي لدينا في هذا الفيديو تلقى ترجمة نانسي قنقر